استخدم الإنسان منذ القدم العديد من الأساليب البدائية من أجل التداوي والتخلص من الأمراض في حين لم يكن هناك أي أساليب متطورة للعلاج حيث كانت الوسائل العلاجية محدودة جداً ومن هذه الوسائل الحجامة التي انتشرت منذ القدم وما زالت موجودة حتى عصرنا هذا وهي من الطرق القديمة لعلاج الأمراض المختلفة بواسطة الكاسات وذلك بإحداث جروح صغيرة بواسطة مشرة معقم والضغط عليه بالكاسات ليخرج الدم الفاسد والشوائب الدموية منها فتتكون كريات دماً جديد مكانها لجعل الدم نشطاً وصحياً أكثر وتسمى طريقة الرطبة أو الدامية أما الطريقة الجافة فتتم دون إحداث جروح ولكن تتم بإحداث تغير بين الضغط الداخلي للجسم والخارجي وتتكون بقع حمراء على مكان الحجامة تزول بعد فترة وجيزة وتستخدم لحالات تنشيط الدورة الدموية والروماتزم وقفل الظهر للنساء من أهم الفوائد التي تعود بها الحجامة على الجسم تنشيط الدورة الدموية من خلال تسليك الأوعيات الدموية الدقيقة بين الخلايا وتقوية مناعة الجسم وقد أثبتت نجاعتها في تحسين القدرات المختلفة مثل الكلام والسمع والحركة والإدراك والذاكرة إلا أنه مع هذه الفوائد المتعددة يوصى بتجنب عمل الحجامة لمن هم مصابين بمرض الكبد ومن يعانون من السكر وسيولة الدم ترجمة نانسي قنقر